يلي لازم تعرفوا عني انه بابا سيق لدراجة كتير كبيرة هو اسوأ و اظلم شخص ممكن تشوفه بالحيادة كله اشتركوا في القناة ام تلتهيتو اخر مرة؟ اخر مرة حكينا فيه على التليفون لما كنت بجورجيا بترجعكي تقنهاي اغوكي بلا ما اروح اليابان بترجعكي ما بقدر لميس كل الامور صارت جازة هلا لك ليش ما عم تفهميني انا لازم روح الى اسطنبول ضروري ما بيقلي هناك غير قبر امي لازم روحوا لاقي مكانه اللي حتودع الوداع الاخير ليش ما هم تقدري ظروفي؟ اهلو لميس غيري مكانك فورا قلتلك لا بقى تتصل فيي ابدا عم تفهم رجان امشي ما بقى رح احكي المهم تغادري مكانك وباسرع وقت نفسي اللي عموله رجان يلا امي بزها مين؟ يلا امي يومي لانه وصخ وصل لعنا كتير حلو بكرة المساء ممكن انهيلك الوصف انتي لا تاكل هم ابدا بوجود الشباب تبعنا رحتو على هداك المطعم بالصدفة؟ يومي تا اماني اخدتني عليك شو كان اليك شغل بجورجيا؟ اهل رفيقتي كان صر لن كام يوم وصنين لهونيك وانا كان في عندي عطلي فرحنا لنشوفه يعني هيك بتوقع كيف؟ يا سيدي بابا هو حب انه نروح لعناك هو اللي خطط اتاري ابوها لاماني مجيد بيك واللي هو الشيكو لبابا ومع المسابقين كانوا عم يخدعوني وبعتوني لعناك حتى اماني ما كان عنده خبر بالموضوع وهالشي عرفته بعدين موسيقى 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 اليوم رح روح على حسن الافتتاح بعد ما خلص شغل بغر لا تقلق اي علي ماشي الو صباح الخير اي بس لحظة واحدة شبكي نسيت موبايلي وهي تتأخري ما رح اتأخري لانه اصلا موجاي على بالي روح بلور يلا بشوفك مع السلام موسيقى الو لا تأخذني اخرتك بس نطرت جميلة لتروح بالعكس انتي ما توقزيني لانه الهلأ ما اتصلت مو مشكلة بنعرف انك مشغول بهالكم يوم ومعزور وشايفين انه مخك بمكان تاني استلمت رسائلك متأخر لانه موبايلي كان مسكر مو مشكلة عادي بس اليوم فينا نحكي طبعا تفضلي ما فينا على الهاتف لازم نلتقي وش لوش وياردت يكون اليوم الموضوع بيتعلق بجميلة ليش خير شوفي كوسر خانو جميلة منيحة مو كتير والله بقصد من الناحية العاطفية عقلها مشوش وعصابة تعباني ومو مرتاحة بنا المهم هلأ لما بشوفك بنحكي بكل التفاصيل بس رجاءا لا تخجلي مهند خلينا نلتقي ضروري ماشي وين بدك نلتقي طيب انتفقنا جاي فورا لعندك هلأ مستحيل لانه اول شي لازم روح افتح المحل بعد شي نص ساعة بقدر شوفك معناتها بعد نص ساعة من التقي كوسر خانو لحظة لحظة مهند لا تسكر بدي اطلب منك طلب انك ما تجيب سيرة لجميلة الا بعد ما نشوف بهد رجاء مهند اول شي خلينا نقعدو نحكي وبعدين اذا حفلت انت بترجع بتخبره بالموضوع ماشي متل ما بديك شوفك بعد شوي جميلة صار مع عشي مهند جبتلك الدوا لسه ما خلص الدواي بيكفيني شي يومين حتى ولو خليه عندك احطيات ما بيأسر لانه يمكن غيب شي يومين لوين مهند بترجعك قللي اذا فرحة ترجع كم مرة قلتلك لبقى تجيب اسمه علسانك كم مرة قلتلك ولا ورجع لا تخافي الشرطة برا فلي الباب ولا توقفي جنب الشباك ابدا فمتي؟ مو جوعان؟ لا ابو كصار عنده سلاح ماني متأكده شو؟ جاب معه لعماله ومدرشوا اشتغلوا بغرفة النوم وكمان صاروا يحفروا بالغزانة والحيطان وحبيت اعرف شو فيه فشفتهم بالسر حطوا صندوق بالغزانة انت بيرقيك ليش حط الصندوق يا ترى شو بدو يخبي فيه؟ لا ما بظنة بيجي بسلاح بعدين كنتي عم تتجسسي عليهم؟ لا والله بس انا توقعت هالشي لانه هو قال لي ما رح اترك مهند لحاله وبدي انتقم من هداك الزلمة بيدي يعني هيك شغلات بس كان معصب كتير وانا بعتقد انه هو فعلا جاي بسلاح وين كولار؟ وين تليفونك؟ بس فهمني ليش ما عم ترد على تليفونك الشوفير وقتك عم موزع شافك انك اجيت لا بتمر على المحل ولا بتخبر شو اللي صار معاك انت اي نوع من البشر؟ لك انت ما بتحس بالمسؤولية؟ بابا انت جبت سلاح؟ لك بس اهمني وين رحتوا وبطلت عرف ترجع قلي فهمني وين كنت سألتك رد علي عندك سلاح ولا لا؟ لا لا شو هالسوقات؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ بابا ليش ما بتكن تتركوني لحالي؟ ليش ما بكون تحلوا عني؟ ليش تنتخلوا بحياتي رحت خربت كل شي يا بابا؟ لا تعد تصريخ قلتلك ما عندي لا اسلاح ولا غيره ليك؟ انت لا تنتخل بشغلي لا تنتخل ابدا لانه بتنتر علمات عوارس واحد ليش FDA اشتركوا في القليل